براً وبحراً وجوان يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن قوات من المشات والمدرعات والمدفعية وعناصر الهندسة تحركت إلى داخل غزة مشيراً إلى توسع العملية العسكرية التي مزالت تستهدف الأخضر واليابس غارات إسرائيلية مكثفة تجاوزت حدود المناطق الآمنة التي ادعت إسرائيل وجودها في جنوب قطاع غزة ففي خان يونس كان حي الأمل على موعد مع مجزرة جراء استهداف منزل يأوي نازحين ما أصفر عن سقوط عدد من الشهداء وفي رفح استهدفت مسيرة خياماً لنازحين داخل منطقة أعلنها جيش الاحتلال ضمن المناطق الآمنة أما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فقد استهدف الاحتلال منزلاً مجاوراً لثلاثة مراكز إيواء مكتضى بالنازحين وفي دير البلح سقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على منطقة المشعلة وبينما يكثف الاحتلال من عملياته الوحشية ضد المدنيين العزل تتصاعد هجمات المقاومة في محاور القتال كافة حتى في المناطق التي يقول الاحتلال إنه بسط سيطرته عليها عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية استهدفت القوات المتوغلة في مناطق الشمال والوسط والجنوب ليس ذلك فحسب فقد استهدفت القسام مروحيتين بصاروخي سام 18 في شمالي القطاع فيما استهدفت سبع آليات بقذائف الياسين في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا وفي منطقة الصفطاوي شمالي غزة استمرت الاشتباكات لساعات متواصلة بين القسام وجنود الاحتلال معركة تكبد فيها الإسرائيليون خسائر فادحة استدعت تدخل المروحيات وفي خضم هذه المعارك ووسط معاناة إنسانية متفاقمة وتجاهل غربي لصراخاتهم تحت الاستهداف ينتظر المدنيون في غزة بارقة أمل قد تنهي كابوسا طال أمده يطبق على صدورهم